إن الأمر إلا أن نحبله ونستعيه ونستغفره ونتبه إليه ونعرض بالله من شهر ينفسينا ونسيئات أعمالنا من يهدي إلاه فلا أتقله ومن يقضي فلا أتقله وأشهد أن لا إله إلا الله أعده لا شيك له وأشهد أن سيدنا أرحمه من عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله وقارقاته ولا تموتن إلا وأن تنسيمون يا أيها الناس تقوى ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجال كثيرة ونساء ودق الله الذي تساعد نبي والأرحم إن الله كان عليكم قريبا يا أيها الذين آمنوا تقوى الله وقولوا قولا سديدا يصبح لهم أعبالكم ويغفر لهم نموه ومن يتعلن رسولهم فقد فاز فوزا عظيم أما أعبال الله أمتكم هذه أمت النجيدة العظيم اختار الله جل عز وجل لتكون أمة واسئة ورسطة شاهدة على بقية الأمم إنها أمة تمر لكنها سرعانا متشفى تغفو أحيانا لكنها لا تنام تغلب أحيانا لكنها لا تسحف أخرج الله منها منامرا لتوحيد وهجاة للبشر ومشاعر للأعضارة الحقاة لتولى خلافها ولكنه ما تكبر وما تجبر وما ظلم خشي الله فعلم خشي الله فأمن خشي الله فأقفر إنه أيها المؤمنون الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله وما أدرهم عمر بن عبد العزيز هذا الوطن الذي استرطاع في سنة 25 أشهر أن يعود بالأمة إلى مرحلة الخلافة يعلمها جميع في سنة 25 أشهر عجز ما عجز الأمور الذين مقوا في الحق 30 و 50 سنة فلم ينجز سيء أمور في سنة 2 أصف أن ينجز ما تتذهب للحقوب من هو عمر بن عبد العزيز وما يسمى هو أبو خفص عمر بن عبد العزيز أبو خفص أبو خفص عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد العزيز وكان أبوه من خيار بن عميّة تغيّة مديرا بعد مصر أكثر من ثمانة شهر سنة أما أمور عمر بن عبد العزيز أما أمور الأم أعلم مصر منها ولو أن النبو مني مميّة من المشراف لكن أمه سفرون أعلم مصر منها منها أمه ليه ابن عاصم ابن عمر بن خطار رضي الله عنه ولعلا الجميع يظر قصة سيدنا عمر بن فطار لما خرجا في الليل من الليالي وقعد خليفة عن المسلمين خرجا في الندينة كأعداد الفضلين يتفضل أحوال الرعيّة وإثابه يسمع لحوار بين أم من ابنتها حوار عام يسمع في أم ابنتها الأم تطرق أم ابنتها أن تمزج الماء لأم الأم أم قول ابنتها أمزج اللبن أضيف لبن الماء فتشير لبنه يا أم ألم ينخ أمير المؤمنين أعرع عن مسلمين لبن الماء فتردهم يا أبني لترقون إلى الأبن فنسشي بماء فإنك بنؤمن لا يراك فيه ورع ولا منا فقالت الفتاة التقية لهم يوم يوم إن كان أمير المؤمنين لا يرعنا فارد أمير المؤمنين أعرع ما نسمع أبن فارد بهذا اللواء تلك الكلمات من تلك الفتاة المفرصة الصادقة حتى أول مسلعا من ابني عاصم فقال لابني أمر ابن بن نسي عن ذلك البيت وأن يتزوج من كالك الفتاة فتزوج عاصم من الليلة فأنجبت بدورها تزوج عاصم من الأمنة الفقيرة فأنجبت بنتا اسمها ليلة هذه ليلة بدورها أنجبت سيدنا عبد عبد عزيز رضي رضي الله أيها المؤمنين ولد عمر بن عبد العزيز بالمدينة البنورة سنة واحد السنين التجرب ونشأ فيها يتعالى من العلم على أيدي كبار علمان المدينة وكان وهو أولاد صغير يتردد على عبد الله بن عمر بن فضاء رضي الله عنه أترك سيدنا عبد الله بن عمر بن فضاء وكان يتردد على وكان وكان من أعلم شوفي سعيد بن نسي كبار ونحن أن تبغيب بم الله قال وكان عنه سيدنا أمس المدينة رضي الله عنه ما رأيت أحداً أشفت صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتاة يعني ورن عبد العزيز كان عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز من أكرم الناس وقف سليمان كان عمر بن عبد العزيز يوماً في سعيد عفا في موسم الهج فلما رأى سليمان جمعاً وفيه تعشروا من أثرت الناس فقال لما عمر بن عبد العزيز يا سليمان هؤلاء يعني أهلك اليوم وهم فصلاً يوم 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 فبكى سليمان وقال بالله أستعين ولما دام سليمان على فراش الموت نادى وزير المهدمين أرجاء من هايوه وقال له يا عشب يهيني أمر خلافة فبما لا تشير عين مناقوا السليم الآن الأعداء الأمم الإسلامية يريدون فوق التاريخ الإسلامي لأن أمم بلا تاريخ وبلا مراجع لا مستقبلها أعداء من الأمم الصغارينة والصليلين وأعواليين يشتكون في تاريخ الإسلامي صحيح أن الخلافة الإسلامية مرت صعي المفتدرات فيها نوع من الجوة ونوع من الدول لا تنكبر كانت تسير عطار الله خارق المسول كانت الأمم الإسلامية فيها قوية وكانت أعداء الأمم يهربونها وحتى وراءوا فيها بعض الآن كانت تسير على مندها وإياكم الآن يفوقونهم بالأسلاء وفئة الإسلامية يكونوا من المجرور والذي مال هذا افترار متغير للتاريخ ولا تنحمد لله قيّر بالله لأن هذه الأمم ولما تدونوا للأسلاء وكبير تاريخ الإسلامي أو من فوق عليكم الآن ترجع كثير كتب ومهات الكتب كتاب سياة الأعلى من القدر كتاب سياة صفر كتاب البداية والنهاية من كثير وغير هذا وهذه الخوص على الناس التي ترجع تاريخ الأمم الإسلامي إذن نولا ابن عم عم عزي سليمان بن عبد الملك على فراش الموت نادى وزير رجال ابن عيوة وكان هذا الوزير صادق وكان أميناً وقال لو يا رجال يُذُمني أمم الخلافة فماذا تشير عليك؟ فقال أبو رجال يا أمير المميين إن مما يفرق في القمر ويشتع لك في أخارك أن تسلح لفعال المسلمين رجلاً صالحاً فقال سليمان يا رجال وَمَنْ عَسَى مَنْ لَنْ أَمْنِينَ فقال الرجال عمر ابن عبد العزيز فقال سليمان والله إذا أعقدمنا لهم عبداً أيضاً من الشيطان في المصر ينمك الخايف من الأخوان والعمل والمميين قال الحين أجنوب نعمل مجموعة الوزيرة وأجعل عليه الختم ويجعل الوزيرة لا يباع الوفاة أنت سليمان من يخرج عنه ويعين اسمها الخريفة يا رجال أختم أستخدم سليمان بن عبد الملك استعناف سليمان بن عبد الملك ورد عبد العزيز حريفة للمسلمين ومعك يا رجال أختم علي هذا الكتاب واجعله معك ثم بعد ذلك ناد سليمان من المراء من يمين من أفوال ومن يعمل وهو على فراش النوت وأمرهم بأن يبايعوا من استفدفوا فيها طب منهم طب منهم طب منهم أنا أرجع منهم أن يمتبايعوا للمشاق المصري وأخفى عنهم من أفوال فبايعوا وهم لا يعملون من من الذي والأوصفين وبعد أيام القوية يمر الخنيفة سليمان بن عبد الملك ويمتلك الجميع لمسجد للمشاق ويأخذ رجال ابن عيوة ليختر أفتار الخنيفة ويأخذ بيعطي خنيفة المسلمين الجديد يأخذ رجال ابن عيوة يدعوى ابن عبد العسيز ويسعبه على النمرة فيخفوا ابن عبد العسيز عن النمرة فيخفوا ابن عبد العزيز عن النمرة فيخفوا أيها الناس إني قد اكتريت بعد الأمر مميّريني ولا طلبة لا ولا مشهورة المسلمين وإني قد فلاعت ما في أعناق من ميعت فاختاروا لأنفسهم شفت الناس الصائفين ومنها المسويات رأوا كانوا جبال من شكل كان الناس الذين لا تقولهم ولا خوفهم من الله أول مصعب خلنا من المميّريني بلاده مختار مشهرج من الآخر عيد فصاح المناس صحة الماعدة قد اخترناك يا أمير المؤمنين وردين لك فتولى أمرنا اليوم رمائك وهنا شعور ابن عبد العزيز أن لا أفرر لهم التعمل المسلمين خطبت 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 خليفة إلى أن ياريخ الله من الله ومن عليم خطبت خطبت صديقاً من الدولي خطبت سيدنا عمر وهذه هذه من الخطب المطور التي ستبقى خالدت إلى أن ياريخ الله من الله ومن عليم ماذا قال؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز لتولي خلافة قال رحمة الله أيها الناس إنه ليس بعد نوحيه نبيه ولا بعد كتابه كتابه ألا إنما أعمل الله علىك إلى يوم الكيامة ألا إني نسوا بطاغ ولكنني منفه ألا وإني نسوا بجرد ممتدعين ولكنه متبعه ألا إنا ليس لأحد من المطاع في معسية الله ألا إني أسمي خيركم ولكني رجل منهم غير أن الله جعلني أفتعكم مننا أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس وبالله فلا يقربنا يرفع لينا عجبا عجبا لا يستطيع رفعها ويعيننا على الخير بجهده ويربنا من الخير على ما لا نهتده ويربنا ويربنا من الخير على ما نهتده به ولا يقربن عندنا الرعية ولا يعقل فيما لا يعينه أوصيه بتقوى الله فإن أدوى الله خلف منه لشيء وليس من أدوى الله عز وجل خلف زيادة وأعمقوا للآخرتهم فإنهم من عمل لآخرته كفاه الله وتبارك وتعالى الله وأصبحوا صلاة يا أممم يصبح الله الكريم على اليدهم وأكثروا من ذكر الموت وأحسنوا بسنعك لفد أن ينزل فيهم فإنهم هادم للذات وإن هذه الأمم لم تختل في ربي عز وجل ولا دين بيه عليه الصلاة والسلام ولا دين بيه وإنما اختلف في الدنار والدغم وإني الله لا أعطي عاداً باطلاً ولا أمنع عاداً حقاً ثم أفع صلاة الوفاء يا أيها الناس من أطاع الله وجب أطاعهم ومن عصر الله فلا أعطل أطيروني ما أطاعهم فإذا أعصيتهم فلا أعطل يعنيهم تولى أورنا من العزيز الخلافة سنة تسعى سينة مجرى كان عمر أنا ذا ثمان وثلاثة الزنان يدخل هو من عبد العزيز مباشرةً بعد تولي حلافة على زوجتي الفاطمة لأن الإصلاة أول شيء يدخل الإنسان يستحن أفسه ويصنع من حمده مشي الناس يشوفوه ويبدوه فيه وعجي يعطي الناس ما عشي كل منهم ولا يتودى خلافة المسلمين أو الشيء يبيتور على أطارهم ويقول الله أحمد ويعطيهم الفلوز ويعطيهم المال ويعطيهم المنصة هي الإسلامة هو اللي تقوى الله عز وجل ويعطيهم عبد الله ويعطيهم نادي هذا تقوى الله هذا الإسلام أول ما يبدأ شوفه بشكل معنا أطار يدخل عمر بن عبد العزيز على زوجتي الفاطمة الفاطمة بينكم لفاءة ينهي وتربتوا عنها في الخير وفي الخير يقولوا يا فاطمة إني ذا تريدت أمر رمضة محمد صلى الله عليه وسلم فإن كنت تريدين الظاهر والدعاء الآخرة فسهدي للبري وذهبني إلى بيتبان المسلمين وإن كنت تريدين الدنيا فاتعالي من أردعك مدان عسنا والدعاء إلى بيتبانك فقالت المرأة الصالحة شوفها كما فينك وضعت بينادي الفريفة الذي وضعها لدولي في بيت مال المسلمين يتمدد عمر بن عبد العزيز قليلاً يطلق عن الله بعد أن تودل في آفة من صبيعتي يتمدد قليلاً انتظار لصلاة الضغر وما هو ما وليل ببني الشاب عبد الملك الذي لم يبلغ في الخمسة عشر سنة ينادي على أبيه يا أبداً تناهوا من بريد أمر رمضة محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم الفطير وفيهم الجائر والمسكي والحرم كلهم يسألون في يوم القيامة فبكى هو العقامة إلى المسج والآل مناتني جناس من كانت له مخلمة فليرفعها إلى أمر المؤمنين وكان من أول إشراراته عصر المصرار الثلما الذين كانوا في عد سليمان وكان من أهم حراراته قطعه للبطيات التي كانت في بني عمية من بيت مال المسلمين والقرار المباسع بعده يعني طمضان والبأي شيء يسرى في بني عمية نحا جاء ويوم رجل من أعمالك فقال له يا مير المؤمنين بين أخاربك وبين أعملك إن أخاربك وبين أعملك يشتكونك قال وماذاك؟ قال لهمون من جلال وعطيه كما يعطي فلفاء من طلبك فأشأرهم إن مالي لا يتسع ينطر سي من غير قالوا لا أخاربك لا أخاربك وبين أقارب وليعم فقال له رجل يا أمير المؤمنين إنهم لا يسألونك من مالك ولا إن يسألونك من بيت مال المسلمين فقال له ويحك من بيت مال المسلمين يسألونك والله ما لهم والله ما لهم ولرجل من في أخصى وغير في بيت الناس قالت أعبك والله حالا لنحاها أي مواطن من ناطمين من الدولة في أي مدى لهم مثل الدليل وعليهم مثل الدليل وانا مش مش نسيه وانا أكون أمساكت على رفع الناس قال ربهم ونعو العثيس عليك العلماء الصالحين ماذا أرى من معداره؟ من معداره إذا ربيتم الحاكم والخليفة وغير والملك لقرب الصالحين والولماء والسجاد فعلم أنه عام صالح وإذا لا يترده ويهينه ولربما يسكمه ولربما يطيه فعلموا الآن مثل مخافا عموا غيره ولا يذب الله تعالى ومرؤمن عمد عزيز أبو المدهور للخلافة بحث للعلماء الكبار والعلماء وكانت أمام العلماء في تلك الوقت وثم جعل أبي جنبي وزيرا لهم اسمه مهاجم وقال أبو كن نشانكا فإذا أريتني فنمت مسلما أو انتهتك أعطا أو شتمتم مؤمنا ففض بتلاقي بجنبي وقل انتق الله يا عور فكان وزيرهم مهاجر بهذه وكان وزيرهم مهاجر دائما يقول لغدة لا ويشهد لغدة وقال شيء وزير مكان المزراء الذين ينوهون الحاكم الطريق مش هو يقف فضائر الموزر يصرقون كل الواسطة كتب عمر النعو العزيز إلى علماء المسلمين وطرق منهم أن ينصرونه وأن يعجبه وقال لهم انصرونه قبل أن ألقى الله على المظالمين فكتب له الحسن الوصري وما تحدثنا عنه بسبوع الله وابدره من الحسن الوصري يا أمير الممينين صموا صموا يومك بتصفير أدمك وكتب له سالة معتلاه النعوة إنك أخي خريفة من دوله وسوف نموت كما مات من قبله وبعفلهم في يوم الميان لحسن الوصري برسالة لموعي الله تبكي لها اليوم ماذا قال لهم قال لهم يا أمير الممين الإمام العادي كالأبي حان هذا ولده يسعى لهم صغاراً ويعلونه كباراً يكتب لهم في حياته ويبدأ لهم بعد مماته والإمام العادي يا أمير الممين كالأم الشفيقة البرد الرفيقة بولدها حملته كرم ووضعت كرم وربته طفلاً تسأل رسالي وتسنع سكوني تبضعه طارة ورفتن وضاء أخرى تفرق بعافيته وتفتم به شكريته والإمام العادي يا أمير الممين وصيل الهتم وفازن النزالين يمر بصطيره والإمام العادي يا أمير الممين يتبق من بعيد الجوالف تسلق الجوالف بصلاه وتفسق بفساده والإمام العادي يا أمير الممين ويطاره بين الله وبين عباده يسمعوا كلام الله ويسمعهم ويطاره إلى الله ويريده ويطاره إلى الله ويطاره فلا لهم يا بمير المؤمنين فيما من لك الله كعبد من التمنى وسيده واستحفاره ماله وعياله فبدأ وشعر الجيال فأفعر آله وفرق ماله آل ولنا الصغفين فش كلمة الصغفين وكان الصغفين لأيكم اسمعهم دخل علي ذات مرة محمد ويعمل فرقين فشعر الجيال ومعرفه قبل الخلافة ودخل علي بعد الخلافة فقال له يا أمر فقال له يا أمر ما لك ماذا بدهم يرضي اشبهات هذا الأصدق فقال له يبنكع يبنكع كيف بك لو رأيتني في قبري بعد ثلاثة لايال لما تعشق ورأت فتن بالحال ضعف ولباس ورف قال له ماذا منك أصرف كمير مهمين قالوا تصور لو أنك تراني ثلاثة لايال بعد وفاة في قبري حين تقل ألعب عيني عن رجلة ويسكي من خري وفني صديدا ودور كنت أشد لذلك إنكار لو رأيتم بعد ثلاثة لايال ستبسعت من هذا كثير أتت إلي في يوم من الأيال بمرأة من الأيراض تشكو إلي بعفة حالية وكثرة عيال فلما أخذت بيتا رأت بيتا متواضحا ومثل أخذت تطبيب بيتا رقنا رقنا وهي متعجبا فجاءت فاطمة بسوجة عمرو بن عبد عزيز وقالت هذا ما بالك له فقالت ما رأى رأى الله أنني جدوا وعمر بيتي منها هذا البيت الخرار يعني هي جائنة ويشتغل منها أنه تحسن عائلة وتحسن ريتا وترجع بشيء عيائلة لتنصف عليهم فما لي إلا أن رأى بيت الخريفة يعني البيت أرث من بيتها وأصف من بيتها فقالت لها فاطمة إنما فارق هذا البيت عمارة بموت من ذلك وكان من أخير المنور التي تميس بها مدة الخلاف الوجيز لعمر بن عبد عزيز أولا انتشار العالم حتى مذلأ فرزار من بيت ماء المسلمين حتى الأغنياء حتى أن الأغنياء كانوا يخرجون بزكاة المؤلم فلا يجدون فقيرا لنبهوك ويوصل عمارة العزيز إلى المهدات في مشاكل الأرض مغاري بكتاء مفاد من كان عليه أمال معجز عن أذائها فالقرد عنهم بيت ماء المسلمين ومن كان عليه المعجز عن سلاف فسلاف ترجمة نانسي قنقر موسيقى